السلام عليكم محمد الله تعالى وبركاته اخواني اخواتي في الله كنتمنى تكونوا كاملين بخير على خير وفي صحة جيدة مرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو اللي كنتمنى يلقاكم بصحة وعافية واحوال تامة اخواني اخواتي بطبيعة الحال مع اخي الاخبار اخي المستجدات المهم اخواني اخواتي اخواتي من بعد جدل للغلق الحدود ثاني ولمشكلة اخرى المختمالة ما بين المغرب واسبانيا يعني حولها الحدود الجوية اي الحدود الجوية ديء ومليليا ولكن اخواني اخواتي قبل ما نبدأ tasteك السلطة و لايكوا ثستخدموا البعض المستطع باش تعمل الفائدة وكذلك باش تكون الاستمرارية وكذلك زوال الجدود او الضيوف الجدود لأول مرة يزوروا القناة ديالي ما يبخلوش علي بالاشتراك وكذلك يفعلو زل الجرس باش ديما تصلوا بالجديد وما نساش كذلك المتتبعين الاوفياء لدائما معايا في القناة ديالي ودائما داميني باللايكات ديالهم بالتشجيع ديالهم بالكلام الجميل في حقي كنقول لهم الله يجزيكم بالخير على بركة الله إخواني أخواتي غادي نبدأوا الموضوع ديالنا هنا الإخوان بعد الجدال يعني اللي ما زالي حدي الآن يعني ديال الحدود او ديال غلق المعابر ما بين سبتا ومليليا او غلق المعابر ما بين مليليا والناظور وسبتا والفنيدق مشكلة أخرى يا الإخوان يعني محتملة غادي تكون ما بين المغرب وإسبانيا وهذا المشكلة يعني كتعلق بالحدود الجوية ديال المليليا المهم إخواني أخواتي الجريدة الإسبانيوين يعني احطت واحد الخبر قد نقرلكم عني شنو قالت هذه الجريدة بعد الجدل الذي أثير في الشهور الأخيرة عفوا حول الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا أثار حزب فوكس الإسباني المعروف بانتمائه لليمين المتطرف في المعادل للمغرب قضية أخرى وهذه القضية يحتمل أن تتحول إلى مشكلة وفق هذا الحزب الإسبانيو وتتعلق بالحدود الجوية للمغرب ومنطقة مليليا المحتلة إخواني أخواتي كامل نحن عارفين بأن المعابر مغلقة أو الحدود يعني مغلقة ما بين المغرب وإسبانيا وناد حزب فوكس وهذا الحزب يعني معروف بالانتماء لليمين المتطرف يعني لمعادل المغرب ناد جابدوا واحد القضية أخرى وهذه القضية يحتمل يعني يترجع مشكلة وفق هذا الحزب يعني الإسباني ديال فوكس وقد تتعلق هذا المشكلة بالحدود الجوية للمغرب ومنطقة مليليا ووفق مصادر إعلامية إسبانيا فإن النائبة البرنامالية عن حزب فوكس تيريزا لوباز وجهت سؤالا للحكومة الإسبانيا تسأل فيه عن الحدود الجوية لمدينة مليليا واحتمالية المغرب أن يفرض منطقة محيطة بها يحضر فيها التحليق الجوي قد يؤدي إلى عزل المدينة عن إسبانيا مهم إخواني أخواتي النائبة البرنامالية عن حزب فوكس يعني تيريزا لوباز يعني أعطت واحد سؤال للحكومة الإسبانيا كتسؤل عن الحدود الجوية ديال مدينة مليليا وقالت أن احتمال بأن المغرب يفرض منطقة محيطية يعني يفرض واحد المنطقة يعني محيطة بمدينة مليليا وهذه المنطقة غد المغرب يمنع التحليق الجوي يعني فوق مليليا وهذا شيء غد يؤدي إلى عزل المدينة عن إسبانيا وأحسب ذات المصادر فإن حزب فوكس بنى سؤاله إلى الحكومة الإسبانيا على المعطيات التي نشرتها الصحيفة الإسبانيون الإسبانيا المعروفة بقربها عن دوائر القرار والاستخبارات في أحد تقارير الصحافية والتي تحدثت فيها عن المساعي التي يقوم بها المغرب في المناطق المجاورة لمليليا وعلى رأسها الناظر من أجل تضييق الخناق على مليليا إخواني أخواتي يعني كإسبانيا أو المهم هذا الأحزاب يقولوا بأن المغرب يدير بزيء الاستثمارات يعني في مدينة الناظر وهذا شيء كامل يعني يديره بشي خلق أو من أجل تضييق الخناق على مليليا وأشار التقرير إلى أن المغرب يقوم بالعديد من الاستثمارات في الناظر وضواحيها تتجلى في تقوية البنية التحتية وبناء ميناء كبير خاص بالمبادلات التجارية وقاعدة للنزول طائرات العسكرية المغربية إخواني أخواتي يعني هذا شيء كله حزب فوكس يقول إسبانيا بأن المغرب يدير واحد القاعدة للنزول طائرات العسكرية المغربية وفي حالة إلى در هاد القاعدة يعني الطائرات الإسبانيا ما غديش تقدر تفوت من هاد القاعدة يعني منوع لها أنها تفوت من هاد القاعدة ديال الطائرات العسكرية مما غدي يدير واحد الحصار على مدينة مليليا وغدي يخليها يعني غدي يفصلها عن إسبانيا أو غدي يعزلها عن إسبانيا إضافة إلى مشاريع أخرى سيكون لها تأثير سلبي على مدينة مليليا وطرحت الصحيفة الإسبانية احتمالية قيام المغرب بفرض حضرت حليق فوق المنطقة الخاصة بالقوات المغربية مما قد يؤدي إلى منع وصول طائرات إلى مدينة مليليا مهم إخواني أخواتي هذا الشيء اللي يقولون أو هذا هو السؤال اللي يقول حزب فوكس للحكومة الإسبانية يقولون بأن المغرب غدي ربما أنه غدي يفرض واحد لحضر التحليق فوق المنطقة الخاصة بالقوات المغربية لأن المغرب غد راك يدير واحد القاعدة لنزول طائرات العسكرية المغربية وهاد الشيء يعني غدي يؤدي إلى منع وصول طائرات إلى مطار مليليا يعني ما يقدرش طائرات ديال إسبانيا يدوزوا على الطائرات أو على القاعدة ديال نزول طائرات العسكرية مما يؤدي إلى منع وصول طائرات إلى مطار مليليا وكذلك طرح حزب فوكس بناء على هذه المعطيات حسب المصادر الإعلامية نفسها سؤالاً على الحكومة الإسبانية يسألوا فيه ما إذا كانت الحكومة الإسبانية ستتدخل للدفاع عن الحدود الجوية لمدينة مليليا أمام محاولات المغرب لتضييق الخناء عليها وأشرت الصحفة الإسبانية إلى أن الحكومة الإسبانية تجنبت الرد بشكل مباشر على حزب فوكس واكتفت بالقول بأن الوصول الجوي إلى المطار مليليا يتم عبر ممر جوي تم إنشاؤه لذلك الغرض وفق اتفاقيات بين المغرب وإسبانيا ولا ترى الحكومة أي مشكلة محتملة بشأن هذا الموضوع وعلى عكس جواب الحكومة الإسبانية فإن العديد من الأطراف الإسبانية تنظر إلى التطورات الحاصرة بالحدود مليليا بشمال الشرق للمغرب بنظرة توجس خاصة أن المغرب قرر تنفيذ العديد من الاستثمارات في مجالات عديدة سيكون لها تأثير كبير على الحركة الاقتصادية في مليليا وتزداد هذه المخاوف بعض القرار الذي اتخذه المغرب بإيقاف حركة نقل بضائع بطريقة التهريب مثل ما الحال في سبتة أو بطريقة تخفيض الضراء في مليليا نحو المملكة المغربية وهو ما سيكون له انعكاسات كبيرة على الحركة التجارية في كل المدينتين خاصة أنهما كان يعتمدان بشكل كبير على التصدير البضائع المدن المغربية المجاورة وتعتبر العديد من الأطراف الإسبانية أن هذه الحركات المغربية تأتي بهدف الضغط على إسبانيا للجلوس إلى الطاولة المفاوضة بشأن قضايا أخرى وأهم قضية الصحراء المغربية حيث يسعى المغرب لدفع إسبانيا إلى الاعتراف بمغربية الصحراء على غرار القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية إخواني أخواتي وصلنا للنهاية دي الفيديو كما قلت من قبل هذا الحزب فوكس يعني واحد الحزب متطرف وهو عند واحد العدوانية كبيرة للمغرب لهذا يعني طرحت سؤال على الحكومة الإسبانية كي يقولها بأن ممكن أو من المحتمل المغرب يعني غد يعزل المليليا عن إسبانيا يعني الطائرات الإسبانيا معديش تقدر جيل المليليا عن وكي يقول لهم كذلك بأن هذا الشيء كامل هذا الحصار كامل لي كيدير المغرب الهدف دياله هو الضغط على إسبانيا باش تجلس لتجلس